تمرين رقم 3 بنقول في تمرين رقم 3 إذا علمت أنه في اقتصاد دولة معينة كان الميل الحدي للإضخار بيسوء 4 من 10 وإذا فريض وزاد الانفاق الحكومي بمقدار 40 مليون دولار وزادت الضريبة الثابتة الثابتة بنفس المقدار برضو يعني الضريبة الثابتة تزيد ب40 مليون دولار بنفس مقدار زيادة الانفاق الحكومي المطلوب مننا المطلوب واحد حساب التغير في الدخل نتيجة زيادة الضريبة الثابتة فقط 2 حساب التغير في الدخل نتيجة زيادة الانفاق الحكومي فقط 3 حساب التغير في الدخل نتيجة زيادة الانفاق الحكومي والضريبة الثابتة معا الحل الحاجة الأولى المطلوبة مننا حساب التغير في الدخل نتيجة زيادة الضريبة الثابتة فقط طيب عشان نشوف الكصة دي ونجيب الزيادة في الدخل نتيجة زيادة الضريبة الثابتة لازم أجيب إيه لازم أجيب مضاعف الضريبة الثابتة طيب مضاعف الدريبة السابت عندي بيساوي إيه؟ بيقول لي بيساوي سالب B اللي هو سالب الميل الحد للاستهلاك على 1 ناقص B اللي هو 1 ناقص الميل الحد الاستهلاك يبقى أنا مطلوب مني أجيب الأول الميل الحد الاستهلاك طبعا في المعطيات بتاعت تمرين ما أعطاليش الميل الحد الاستهلاك هو أعطاني الميل الحد اللي الدخار بيساوي 4 من 10 يبقى الميل الحد الاستهلاك بيساوي كام؟ على الاعتبار إن إحنا قلنا من قبل مرارا وتكرارا الميل حد الاستهلاك زائد الميل حد الاستهلاك اللي اتنين مع بعض بيساوي الواحد الصحيح يبقى إذن الميل حد الاستهلاك هيساوي 1 ناقص 4 من 10 يعني هيساوي 6 من 10 بعد ما جيبت قيمة الميل حد الاستهلاك أجيب قيمة المضاعف بتاع الضريبة السبتة وبقول مضاعف الضريبة السبتة اللي هو مقدار اللي هو بيساوي مقدار التغير في الدخل القومي على التغير في الضريبة السبتة اللي هو بيساوي وإحنا اتكلمنا في هذا الكلام كثيرا سالم ماYeahPs mai على 1 نقص المية لاستيلاك يعني ليسوى سالب 6 على 1 نقص 6 يعني ليسوى سالب 7 على 4 يعني في النهاية بيسوى سالب واحد ونص طيب, دلوقتي أنا عايزة اجيب مقدمة التغير في الدخل, التغير في الدخل بيسوي قيمة المضاعف في قيمة الضريبة السبت فهو قال لي دلوقتي ان الضريبة السبت بتاعتي هفرض 40 مليون دولار يبقى اضرب دلوقتي 40 مليون دولار في قيمة مضاعف الضريبة السبت اللي هي سالب 1.5 هحصل على مقدار التغير في الدخل فلما ضربنا دلوقتي بنقول الدلتا وي بيسوي سالب 1.5 اللي هي قيمة المضاعف في ال40 مليون دولار بتاعتنا هحصل على سالب 60 يعني عايز اقول ان الدخل القومي بتاعنا هينقص بمقدار 60 مليون نتيجة فرض ضريبة سبتة مقدارها 40 مليون دولار الحاجة التانية ده المطلوب الأولين مطلوب الثاني حساب التغير في الدخل نتيجة زيادة الانفاق الحكومي فقط طيب في هذه الحالة لازم احسب برضو مضاعف الانفاق الحكومي طيب ما هو مضاعف الانفاق الحكومي الامر بيسوي ايه؟ بيسوي واحد على واحد ناقص البي يعني واحد على واحد ناقص المين حد الاستهلاك يعني واحد على واحد ناقص 6 من عشرة يعني واحد على 4 من عشرة يعني 2 ونص طيب مقدار الزيادة في الدخل بتساوي كام؟ بتساوي يا سيدي الدلتا وي بتساوي الامة ار اللي هي المضاعف ضرب الدلتا جي زيرو يعني الامة ار عندنا اتنين ونص في الاربعين مليون دولار اللي هما قالنا هيزيد بهم الانفاق الحكومي يعني زيادة الدخل بسبب الانفاق الحكومي بسبب زيادة الانفاق الحكومي بمقدار اربعين مليون دولار هتساوي ميت مليون دولار طيب الحاجة الاخيرة بيقولك إحسب التغير في الدخل نتيجة زيادة الضربة السبتة وزياة الانفاق الحكومي معاً. الدين هتزيدوا باربعين ويدين هيزيدوا باربعين. في الحالة دي بنقول إيه؟ بنقول إن الزيادة في الدخل في هذه الحالة هتساوي قيمة المضاعف في زيادة في الدريمة السبتة زائت قيمة المضاعف في الزيادة في الانفاق الحكومي. يعني AbbVn بنقول وبما أن DLT-Y التغير في الدخل كان بيساوي أو نقص الدخل بمقدار 60 مليون دولار بسبب فرض الضريبة وبما أن اللي حصل زيادة في الدخل بمقدار 100 مليون دولار بسبب زيادة الانفاق الحكومي فهنقول أن الزيادة أو المحاصلة النهائية لزيادة الضرائب وزيادة الانفاق الحكومي معاً تساوي السالب 60 زائد 100 يعني بيساوي 40 مليون دولار يعني الدخل القومي زائد 40 مليون دولار عند زيادة الضرائب وزيادة الانفاق الحكومي بنفس المقدار التمرين الرابع بنقول في هذا التمرين إذا طوافرت لديك البيانات والمعلومات التالية عن اقتصاد دولة معينة وبيقولنا في هذا التمرين دالت الاستهلاك بتساوي 400 زائد 8 من 10 وي دي والاستصمار i0300 السابت بتاعنا 300 والانفق الحكومي g0500 والضرائب السابتة ساوي t0 بتساوي 100 إيه المطلوب مننا؟ تحديد مستوى الدخل التوازني إذا كان مستوى التوظف الكامل أو تشغيل كامل عند 6000 مليون دولار فهل تنشأ فجوة كماشية ولا تضخمية في هذا الاقتصاد؟ الحاجة الثالثة هل يمكن القضاء على الفجوة بزيادة الانفق الحكومي بمقدار 80؟ إذا أرادت الدولة القضاء على الفجوة بتغيير الضريبة المفروضة فما هو مقدار التغيير مطلوب في الضريبة للقضاء على هذه الفجوة وهل التغيير هذا في الضريبة بالزيادة أم بالنقص نشوف الحل أول حاجة مستوى الدخل التوازني بنقول دلوقتي عشان نجيب الدخل التوازني بنعود عندنا في معادلة الدخل التوازني بتاعتنا بنقول الواي بيساوي واحد على واحد ناقص الميل حد الاستهلاك ضرب القوص ده القوص اللي هو الاستهلاك الزاتي ناقص البي في التي زيرو زائد الاي زيرو زائد الجي زيرو تعويض مباشر واحد على واحد ناقص البي اللي هي الميل حد الاستهلاك الاي اللي هي الاستهلاك الزاتي اللي في دالة الاستهلاك ناقص الميل حد الاستهلاك ضرب T0 اللي هي الضرائب السابتة المية عندنا زائد السصمار السابت اللي هو I0 300 زائد انفاق الحكومي اللي هو 500 الكلام ده في النهاية بالقال الحزبة هنحصل على 1120 على 12 يعني 5600 مليون دولار تحديد نوع الفجوة الفجوة هنا انكماشية ولا تضخمية أكيد الفجوة انكماشية عارفين ليه انكماشية لأن التوازن للدخل القومي كان عنده 5600 وهو أقل من مستوى التشغيل الكامل اللي هو عنده 6000 مليون دولار طالما أقل يبقى عندنا انكماش وليس تضخم الحاجة الثالثة التحقق من أنه يمكن انقضاء على الفجوة الانكماشية هل نستطيع ان احنا نقضي على الفجوة الانكماشية بزيادة الانفاق الحكومي بمقدار 80 مليون دولار هل يمكن ولا لا يمكن هنقول عشان نعرف اذا كان يمكن ولا لا يمكن ان لابد وان نحسب نحسب قيمة مضاعف الانفاق الحكومي طب المضاعف الانفاق الحكومي بيساوي ايه بيساوي الامر بيساوي واحد على واحد نقص الميل حد الاستهلاك يعني بيساوي واحد على واحد نقص 8 من 10 يعني واحد على 2 من 10 يعني 5 طيب كلام كويس طيب يبقى دلوقتي الزيادة في الدخل القومي نتيجة زيادة الانفاق الحكومي ب80 تساوي كام هتقول لي بيساوي 5 في 80 يبقى 400 مليون دولار يبقى كلام مظبوط يبقى انا فعلا استطيع ان انا اقضي على الفجوة الانكماشية اللي هي 400 مليون دولار بزيادة الانفاق الحكومي بمقدار 80 فعلا كلام مظبوط يبقى انا فعلا استطيع ان انا اقضي على الفجوة الانكماشية اللي مقدارها 400 مليون دولار بزيادة الانفاق الحكومي بمقدار 80 مليون دولار ليه لان انا توصلت الى ان الزيادة في الدخل القومي اللي هتحصل نتيجة زيادة الانفاق الحكومي بمقدار 80 هتساوي في النهاية لما بضربها في المضاعف تساوي 400 يبقى كلام مظبوط المطلوب الرابع اللي هو المطلوب الاخير التغير المطلوب في الضريبة للقضاء على الفجوة الانكماشية عشان اجيب التغير المطلوب في الضريبة اللي قضع على الفجوة الانكماشية لابد وان اعرف ايه لابد وان اعرف الاول في الاساس حجم الفجوة الانكماشية هي حجم الفجوة الانكماشية كان بالزبط دلتا واي عبارة عن ايه الفرق ما بين الدخل التوازن اللي حصل ودخل التشغيل الكامل كام تقولي الفرق بينهما بيساوي دلتا واي اللي هو 6000 مليون دولار نقص 5600 مليون دولار اللي حصلت عندنا يعني الكلام ده بيساوي حجم الفجوة المطلوب القضاء عليها 400 مليون دولار يبقى الدلطوية المطلوبة كام 400 مليون دولار طيب وبالحاجة الخطوة الثانية دي الخطوة الأولى اللي أنا جبتها عشان أعرف أحسب التغير المطلوب في الضريبة يبقى أنا مطلوب مني عشان أجيب التغير المطلوب في الضريبة أعرف حجم الفجوة الانجماشية ده رقم واحد رقم اتنين أعرف مضاعف الضرائب السبت قيمة مضاعف الضربة السابتة عندي بتساوي كم؟ مضاعف الضربة السابتة أصلاً بيساوي إيه؟ هتقول لي بيساوي السالب B على 1 ناقص B سالب B اللي هو أنسالب 100 لحد الاستهلاك على 1 ناقص 100 لحد الاستهلاك يبقى سالب 8 من 10 على 1 ناقص 8 من 10 يعني بيساوي سالب 8 من 10 على 2 من 10 يعني في النهاية بيساوي سالب 4 كلام كويس جداً يبقى أنا دلوقتي مقدار التغير في الدخل بيساوي إيه؟ بتقول لي دلوقتي مقدار التغير في الدخل احنا حسبناها ربع مية ومضاعف الضريبة السابتة طلع بكم وطلع بسالب اربعة يبقى انا الدلتا وي ديت عندي والامة اردي عندي يبقى ايه الموجود بس ايه المطلوب مني اجيب قيمة الدلتا تي زيرو اللي هي المطلوب رقم اربعة يبقى خلي بالنا انا مش مطلوب منك دلوقتي انك تجيب لي الدلتا وي ده انت حسبت الدلتا وي خلاص اللي هي اربعمية خلاص ومش مطلوب منك تحسب الامة ار دلوقتي لا ده انت جبت الامة ار خلاص سالب اربعة فانت بتضرب دلوقتي عندك دلوقتي السالب اربعة وعندك الاربعمية يبقى مطلوب منك دلوقتي تجيب الدلتا تي زيرو على النحو التالي اه ايه اللي حصل هتقول لي اربعمية بيساوي سالب اربعة ضرب دلتا تي زيرو يبقى اذا الدلتا تي زيرو بتساوي الاربعمية على سالب اربعة بيساوي سالب مية يبقى إذن التغير المطلوب في الضريبة للقضاء على الفاجوة الانكماشية لمقدارها 400 مليون دولار إننا أتخلص أو أخفض الضرائب السبتة أخفض الضرائب السبتة بمقدار 100 مليون دولار يبقى إذن لزيادة الدخل بمقدار 400 مليون دولار عشان أقضي على الفاجوة الكساد فاجوة الفاجوة الانكماشية لابد من خفض الضريبة بمقدار 100 مليون دولار شكرا